موسيقى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم أيها الأحباب في هذه الحلقة الجديدة في أروقة رمضان وموعدنا اليوم مع الفتح الأعظم الفتح الذي تمت به الرسالة ودخل به الناس في دين الله أفواجا هذا الفتح عاش له النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها ورسالته كلها فلما وقع كان هذا إيذانا برحيله صلى الله عليه وسلم إنه فتح مكة هذا أهم فتح في تاريخ الإسلام بل وفي تاريخ الإنسانية كلها والذي وقع في مثل هذا اليوم التاسع عشر من رمضان من العام الثامن للهجرة وفي حلقتنا اليوم نحكي قصة هذا الفتح لكي نفهم السيرة النبوية ونفهم مسار السيرة النبوية يجب أن نعرف أن من المؤهلات التي منحها الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه كان من مكة وأنه ولد فيها ونشأ فيها وأنه كان سليلا لأشرافها لماذا؟ ذلك لأن مكة كانت أم القرى كانت أهم مدينة في الجزيرة العربية كان فيها السيادة الدينية والسيادة الثقافية والسيادة السياسية كذلك رغم أن العرب طبعا كانوا يعني لم تكن دولة ولا إمبراطورية كانوا قبائل لكن كانت السيادة السياسية أيضا لأهل مكة فنستطيع القول أن مكة كانت عاصمة العرب أهلها أهل مكة هم قريش هم صدر العرب ولسان قريش هو أفصح ألسنة العرب وهم أغنى العرب لأن وقوع مكة في طريقة التجارة العالمية جعلها عاصمة اقتصادية كانت الحروب بين فارس والروم فارس في منطقة العراق ويعني إيران الآن والروم كانت في الشام وفي الأناضول وأسيا الصغرى هذه المساحة البرية التي تصل بين الشرق والغرب كانت الحروب بين فارس والروم تقطع طرق التجارة البرية فكانت تجارة الشرق والغرب تنحو إلى الجنوب في الجزيرة العربية البعيدة عن تصارع الإمبراطوريتين فكانت طرق التجارة تعبر مكة وتصل بين تجارة الشرق والغرب كذلك أيضا فإن وجود الحرم في مكة أنعش التجارة الداخلية في الجزيرة العربية لأنتم تعرفون أن العرب كانت تقدم إلى مكة ويأتون من كل فج عميق ويحجون ويعتمرون فبالتالي طرق التجارة أو يعني تنشيط التجارة الداخلية في الجزيرة العربية كان في مكة وفوق هذه المكانة التجارية التي تصنع لهم الثراء يعني وهالثراء بطبيعته بيصنع مرتبة اجتماعية عليا لكن فوق هذه كان هناك المرتبة الدينية العليا لأن البيت الحرام في مكة وزاد شرف مكة بين ومهابتها ومكانتها بين العرب حين حماها الله تبارك وتعالى في عام الفيل فازداد الناس لها تعظيما ومهابة ويعني نحن حين ننظر في تاريخ الجزيرة العربية قبل الإسلام أصلا سنجد أن مكة هي التي بدأت منها عبادة الأصنام حين كان سيد مكة مكة كانت تسيطر عليها قبيلة خزاعة فكان سيد مكة في ذلك الوقت عمر بن نحي الخزاعي ذهب إلى الشام فأعجبه ما في الشام من الخصب والخضرة والنظارة طبعا مع ما في بلاد العرب من القحط والجدب فهناك وجدهم ينصبون الأوثان الأوثان طبعا التماثيل وأنتم تعرفون أن النصارى اصطنعوا التماثيل ونصبوا التماثيل وكان ذلك تأثرا منهم بالرومان الوثنيين الذين كانوا من قبلهم ثم صاروا بعد ذلك يصنعون هذه التماثيل لقديسهم فتأثر بذلك عمر بن نحي الخزاعي وجاء من الشام بصنم هبل ونصبه في مكة فكان هذا أول عبادة الأصنام في الجزيرة العربية ومن مكة انتشرت عبادة الأصنام في الجزيرة العربية فالقصد هنا أنني أدلل على السيادة الدينية والثقافية فمن هنا نستطيع أن نفهم السيرة بوضوح حين نعرف أن كل الصراع الذي خاضه النبي صلى الله عليه وسلم يمكن تلخيصه بأنه الصراع حول مكة حول من يسود على مكة ما الذي سيسود على مكة الكفر أم الإسلام إذا ساد الإسلام أقبل عليه العرب وأسلمه وإذا ساد الكفر أيضا ظل العرب على كفرهم وعبادتهم للأوثان هذه القاعدة يعني نستطيع أن ننظر فيها ونرى تحققها في كل مرحل السير يعني في الفترة المكية سنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بذل جهده كله في محاولة إقناع سادة مكة بالإسلام واجتهد في هذا غاية الاجتهاد حتى تصفه الآية لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين أي يعني كأنك ستقتل نفسك كأنك قاتل نفسك إذا لم يؤمنوا فهذا يعني يدلك على ما بلغ النبي من الاجتهاد وما كان في نفسه من الحرص بل وما كان في نفسه من الحزن والحصرة وأنه كان يريد لأهل مكة أن يؤمنوا لأنه يعرف أنهم إذا آمنوا تبعهم العرب طيب لما أصر أهل مكة على الكفر وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فإذا نظرنا إلى فترة المدينة الفترة المدنية سنجد أن الصراع الرئيسي فيها أيضا كان هو الصراع مع مكة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخذ حربا مع قوة أخرى غير قريش إلا مضطرا طوال الست سنوات اللي هي منذ الفترة المدنية حتى الوصول إلى صلح الحديبية اللي هو الصلح مع مكة فالفترة المدنية هي في حقيقتها صراع بين الدولة الإسلامية وبين دولة الشرك التي كان رأسها في مكة و لما اتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع المكيين في صلح الحديبية صلح المشهور سمى الله تبارك وتعالى هذا الصلح بالفتح المبين مع أنه يبدو ظاهر الحال وكأنه اتفاق مجحف للمسلمين يعني المسلمين أولا لم ينتصروا في معركة يعني لم يقاتلوا أهل مكة ولم ينتصروا عليه ولا هم حتى استطاعوا أن يعتمروا يعني لم يعتمروا أيضا وهو الهدف الذي خرجوا له أصلا بل كل ما حصل أنهم وقعوا اتفاقية و هذه الاتفاقية تبدو اتفاقية مشحفة لأن فيها أنهم سيعيدون تسليم من جاء إليهم مسلما إن كان قد أسلم وخرج من مكة بغير إذن أهله طيب إذن لماذا سمي هذا الصلح بهذا الشكل فتحا مبينا في الواقع سمي كذلك لأنه اعتراف من مكة اللي هي يعني ممثلة النظام الدولي في الجزيرة العربية اعتراف منها بهذه الدولة الإسلامية الجديدة وهذا الاعتراف هو الذي يعني غير موازين القوى يعني لم يعد الناس يتخوفون من إنشاء علاقة مع هذه الدولة الدولة المدنية الدولة الإسلامية لم يعودوا يتخوفون من زيارتها أو من الاستماع للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه خلاص رفع الحصار يعني الذي كان مفروضا على المدينة الحصار السياسي ولهذا أسلم في عامين بعد صلح الحديبية مثل الذين أسلموا من بداية الدعوة حتى هذا الصلح يعني في تسعتاشر سنة الذين أسلموا في تسعتاشر سنة كلهم أسلم مثلهم في سنتين فقط من بعد صلح الحديبية فلهذا ليس عجيبا ولا غريبا أن يعني يكون فتح مكة هو الفتح الأعظم وأنه لما وقع بدأ العرب ينهمرون على الدخول في الإسلام إلى الدرجة أنه العام التاسع اللي هو العام التالي لفتح مكة عام تسع للهجرة سمي بعام الوفود لأن الوفود وفود القبائل العربية كانت تأتي وتبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الدخول في الإسلام ويكفينا قول ربنا تبارك وتعالى لنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فلذلك حتى علماء السير والمغازي ينقلون أن العرب كانوا يرتقبون ما يكون بين قريش وبين محمد صلى الله عليه وسلم لأنه قد وقر في يقينهم أن الله لا يسلم بيته لمن لا يرضى عنه بدليل ما فعل الله تبارك وتعالى بأبرها وأصحاب الفيل فلما رأوا أن محمد صلى الله عليه وسلم قد فتح مكة وأنها قد دانت له وأنه استقر فيها علموا أن هذا هو الحق من عند الله فأسلموا فيعني هذا لكي نفهم موقع هذا الفتح وأهميته عبر التاريخ الإسلامي كله وحتى فيما بعد يعني حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حين وقع نقاش بين المهاجرين والأنصار في مسألة من يخلف النبي صلى الله عليه وسلم فالأنصار كانت وجهة نظرهم أنهم أهل المدينة وأن المهاجرين في النهاية هم رهط يعني من أهل المدينة فأبو بكر رضي الله عنه نبههم إلى هذا إلى قال إن هذا الأمر يعني الخلافة يعني الزعامة السيادة الرئاسة إن هذا الأمر لا تعرفه العرب إلا لهذا الحي من قريش فلم يكن العرب يخضعون إلا لهؤلاء القرشيين أهل مكة فبهذا نتصور أهمية الفتح الذي كان في العام التاسع للهجرة أما كيف جرى هذا الفتح في قصته التفصيلية فنرجع إلى القول أن هذا بدأ منذ صلح الحديبية أحد بنود صلح الحديبية كانت أنه من أراد من القبائل أن يدخل في حلف محمد كان له ذلك أو أن يدخل في حلف قريش كان له ذلك وهذا يعني هو معنى الاعتراف الدولي كما ذكرنا قبل قليل إن إنشاء العلاقات الطبيعية بين هذه الدول وبين غيرها من القبائل فدخلت قبيلة خزاعة في حلف المسلمين ودخلت قبيلة بكر في حلف قريش وكان بين القبيلتين إثارات جاهلية كما هو معروف وكانت قبيلة خزاعة حتى من قبل صلح الحديبية فيهم ميل وقرب من المسلمين فهذا معروف عنهم بعد صلح الحديبية تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لقتال الأعداء الآخرين من قبائل العرب البعيدة مثلا مثل القبائل الشمالية شمال الجزيرة العربية نجد قتاله لليهود في خيبر وفدك وحتى للروم كما في بعض السرايا التي حركها النبي صلى الله عليه وسلم فكان الاتفاق مع مكة هو انطلاق الدعوة العالمية طيب كيف تطور الأمر من صلح الحديبية إلى فتح مكة نراه إن شاء الله معكم بعد هذا الفاصل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تحدثنا معكم قبل الفاصل عن أهمية فتح مكة من خلال إطلال عامة على السيرة النبوية وبدأنا ندخل في قصته التفصيلية ذكرنا إن قبيلة خزاعة دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم وقبيلة بكر دخلت في حلف قريش بعد أقل من سنتين من توقيع هذه المعاهدة وهذا الحلف غدرت قبيلة بكر بخزاعة ويعني غدرت بهم وأنشبت فيهم القتل وهم في حد الحرم عند منطقة تسمى ماء الوتير وكأيضا بعض القرشيين وينسب هذا إلى صفوان بن أمية دعموا هذه الهجمة والغدرة على خزاعة فأمدوا بكرا بالسلاح فهنا كما يروى ذهب عمر بن سالم الخزاعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستنصرا به ومستغيثا وأنشد عنده الأبيات المشهورة المؤثرة التي يقول فيها يا رب إني ناشد محمد حلف أبينا وأبيه لتلد فانصر هداك الله نصرا أعتد وادعوا عباد الله يأتوا مدد إن قريشا أخلفوك الموعد ونقضوا ميثاقك المؤكد هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا في أبيات أخرى فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يروى أنه رد عليه بقوله نصرت يا عمر بن سالم نصرت يا عمر بن سالم فهنا انتقضت العهد حاولت قريش أن تستدرك هذا التطور الجديد وحاولت أن تعيد تجديد الهدنة مرة أخرى وأرسلت أبا سفيان إلى المدينة وحاول أبو سفيان أن يجدد العهد لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض وبهذا تنتهي اتفاقية الحديبية بهذا الغدر وتعود حالة الحرب من جديد هنا يجب أن نلفت النظر إلى أنه رغم وجود هدنة ومعاهدة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جاهزا دائما لرد الفعل الاتفاقيات تحرس بالقوة واليقظة ولا تدوم إلا بقدرة أطرافها على حمايتها يعني العاجز عن الحرب عاجز عن السلم ولا يستطيع أحد أن يأخذ بالسلم أكثر مما يستطيع أن يأخذه بالحرب وبالنهاية هذه الاتفاقيات السياسية هي مجرد أحبار على ورق لا تدوم ولا تصير فعالة إلا بقدرة الطرفين على بقاء الموازنة التي أنتجت هذه الاتفاقية إذا اختلت هذه القوة سرعان ما تنهر هذه الاتفاقية ويكون القوي أو الأقوى يعني الذي صار الأقوى يكون هو الغالب جاهز النبي صلى الله عليه وسلم أكبر جيش خرج معه حتى هذه اللحظة وحرص النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يعرف إلى أين يتجه هذا الجيش وطبعا يعني لا تنسوا ذكرنا قبل قليل أن الجبهات التي تحرك فيها النبي صلى الله عليه وسلم قد زادت سواء ضد العرب أو ضد اليهود أو حتى ضد الروم في الشمال فلم تكن تعرف وجهة النبي صلى الله عليه وسلم وبالفعل لم تشعر قريش بجيش النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد صار على مشارف مكة يعني ذات ليلة خرج أبو سفيان يستطلع الأخبار فرأى نيرانا كثيرة فلما سأل قيل له يعني لعلها خزاعة قد أكلتها الحرب فقال خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها هذه نيران كبيرة جدا فمن ثم في ذلك الوقت كان قد خرج العباس ابن عبد المطلب من مكة مسلما يعني أراد أن يعلن إسلامه طبعا تذكر بعض المصادر إلى يعني أن العباس كان قد أسلم قبل ذلك ولكنه كان يخفي إسلامه وكان هذا فيه نوع من خدمة المسلمين من خلال ما قد ينقله من الأخبار أو ما شابه على كل حال القصد أن لحظة الإسلام العلني هو في ذلك الوقت حين خرج العباس من مكة إلى المدينة وهو ينوي الإسلام فسمع أبا سفيان فقال له يعني اذهب معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالفعل تحرك أبو سفيان وهو تحت هذه الصدمة من هذا الجيش الذي صار بالفعل على المشاري في مكة فتحرك إلى معسكر النبي صلى الله عليه وسلم وهنا أمسك يعني رأى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الفرصة الثمينة لرأى أمامه أبا سفيان فقال عدو الله الحمد لله الذي أمكن منك بغير عهد يعني ما فيش عهد عهد الحديبية انتهى فالحمد لله الذي أمكن منك لكن لأن أبا سفيان كان يركب يعني البغلة خلف العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فكان أسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر وهنا حصل موقف مؤخر ينبغي أن نقف عنده أيضا العباس بن عبد المطلب قال لعمر بن الخطاب يا عمر مهلا فوالله لو كان من بني عدي ما قلت له هذا طبعا أبو سفيان أبو سفيان من بني أمية أبو سفيان من بني عبد شمس من بني أمية بن عبد شمس والعباس من بني هاشم وكلاهما يلتقيان في عبد مناف لكن سيدنا عمر أبعد منهما في النسبة فالعباس يقول له يعني هذا رجل قريب مني في النسب أبو أنت يعني لو كان قريبا لك ما كنت حريصا على يعني قتله هكذا فسيدنا عمر قال كلمته المؤثرة جدا قال مهلا يا عباس والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم أبو سيدنا عمر وما ذلك إلا لأني أعرف أن إسلام الخطاب أن إسلامك أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب لو أسلم وهذا تجرد عال جدا هذا تجرد عال جدا يعني لو تأمل المرء فينا في نفسه يعني أينا أحب إليه أن يكون إسلام عم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحب إليه من إسلام أبيه لو أن أباه كان على الكفر ومثل هذا الموقف أيضا تكرر فيما بعد حين جاء أبو قحافة أبو أبي بكر والد أبي بكر جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم فلما بايعه طبعا أبو بكر هو الصحابي الوحيد الذي أسلم كل أهله أبوه وأمه وأبناؤه وزوجاته جميعا فبينما النبي يبايع أبا قحافة إذ بكى أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ماذا يكيك قال يا رسول الله وددت لو كانت يد عمك عمه أبو طالب وددت لو كانت يد عمك أبي طالب وأن يقر الله عينك بإسلامه أحب خيرا من أبي فانظر أيضا هذا التجرد وحب النبي يعني الصدق في محبة النبي صلى الله عليه وسلم الخلاصة أبو سفيان ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهناك وهو في حالة من الصدمة قال له النبي صلى الله عليه وسلم أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله قال أما والله إن هذا الحق لقد علمت أن لو كان مع الله آلهة أخرى إذن لنفعتني قال أما آن لك أن تشهد أن محمد رسول الله قال أما هذه ففي النفس منها شيء فقال العباس ويلك أسلم أسلم قبل أن تقطع عنقك يعني أنت الآن في معسكر عدوك وليس بينك وبينه عهد فكأن هذه الكلمة أصابت نفس أبي سفيان قال أشهد أن محمد رسول الله واستفاد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الموقف لأن أبو سفيان زعيم مكة قد حضر إليه فكان حريصا أن يبث الرعب في نفس أبي سفيان فجعل العباس يوقفه يعني على الوادي بين مضيقين وأن يستعرض أمامه جيش النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بأبي سفيان كلما مرت به كتيبة يقول الله أكبر من هؤلاء فيقال هؤلاء بن فلان فيقال ما لأحد به انطاقة حتى مر النبي صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء التي فيها المهاجرون الأنصار فقال الله أكبر من هؤلاء فقال العباس هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد صار ملك ابن أخيك اليوم عظيما قال يا أبا سفيان ليست ملكا وإنما هي النبوة والعباس توسط عند النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لأبي سفيان شيئا لأن أبا سفيان رجل يحب الفخر فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم أن من دخل بيته فهو آمن ومن دخل البيت الحرام فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن وعاد أبو سفيان من معسكر النبي صلى الله عليه وسلم مسلما وحاملا لهذا العرض عرض الأمان العام لمن يتجنب القتال وقيل له بوضوح قال بوضوح أن أنتم يا أهل مكة ليس لكم طاقة على مواجهة هؤلاء حتى من تحمس للقتال أحيانا أبو سفيان كان ممتلئا بأن ما يمكن لأحد أن يقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم أبدا وهذا من أهم ما أدى إلى استسلام مكة السريع أمام جيش النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقاتل منهم إلا قليلا وهماء هؤلاء القليل إنما تصدى لهم وأنهاهم بسهولة فرقة خالد بن الوليد رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وهناك أعلن ما يسمى في العرف المعاصر حظر التجول فكلمة من دخل داره فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل البيت الحرام فهو آمن هذه في مصطلحنا المعاصر الآن حظر التجول وهو أمر يلجأ له دائما النظام الجديد يعني أي نظام جديد يعني الطرف الذي يأخذ ردة الفعل الأولى هو الطرف الذي يحرص على حظر التجول لكي يستتب له الأمر في أقرب وقت ممكن وهنا يجب أن أقول أنه لا ينبغي أن يشار إلى عفو النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اذهبوا فأنتموا الطلقاء دون أن يشار إلى قدرة النبي وتمكنه وحظره وفرضه لحظر التجول أولا فالعفو لا يكون إلا بعد التمكن والعفو لا يكون إلا عند المقدرة وكذلك عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن عموم أهل مكة ولكنه أعلن أن عشرة وبعض الرواية تزيدهم إلى ستة عشر أن هؤلاء مستخنون من العفو العام فهؤلاء واجب عليهم القتل ولو تعلقوا بأستار الكعبة وهذا بمصطلحنا المعاصر القائمة السوداء أو يعني عناصر ضرورية في النظام القديم لا بد من التخلص منه في مثل هذا اليوم كان فتح مكة الفتح الأعظم الفتح الذي دخل به العرب في دين الله أفواجا ودخل من بعد العرب سائر الناس حتى يومنا هذا نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد إلينا هذه الفتوحات ونسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة